السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا ينصر حاله بكسرة الصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر من الاستغفار فإنه يفرج الهموم ويزيل الكروب ويزيد الرزق يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم بضرارة ويرزقكم بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة هتكلم النهاردة عن تحليل مهم جدا هو يعتبر بمثابة حياة أو موت للمريض لذلك المريض اللي بيعمل التحليل ده يتحرى يعمل تحرياتك كويس جدا عن المعمل اللي هتعمله فيه وعن الشخص اللي هيعمل لك التحليل لأن ده بيرتضط بحياتك أو موتك وانت بتختار المكان اللي هتعمل فيه التحليل بتختار الشخص اللي هيسحب منك العينة لأن ده حياتك حياتك متعلقة بنص أو سبعة من عشرة أو تمانية من عشرة في نتيجة التحليل ده غلط حياتك متعلقة بين مرضى القلب والجلطات وخاصة مرضى اللي عاملين قلب مفتوح وعايشين بصمامات قلب صناعية عامل بروثيتيك فالف أو مغير صمام مترالي أو صمام الأورتة أو مركب دعامة عامل اي اي ارتفشيال بارت دخل في الهارت أو عمل اوبن هارت الدوق دايما بيتابع بتحليل السيولة كل شهر أو كل خسر يوم حسب ما الطبيب عايز وطبعا انا بأكد تاني التحليل اللي بيطلبها الطبيب مش انت بتعمل بمزاجك اما اذا كان الطبيب بعطيك التفويض وقال لك كل شهر عامل لي تحليل السيولة ده ولكن متاسılı بتتصل وفاتهم أخصاء المعمل هاتغيره كام لا انت بتاخذ انت بتاكد واتهم خمسة ملي يقول لك تابي زي الفول كده خمسة ميلي و الاي انر بتاعنا اتنين ونص لو انت عامل عملية قلبه ومغير سمام واحد يقول لك مسلا على سبيل المسال مش هي دي التفول traced يعني. استمره بلاك ا testing 20 Goku managed to the wall. لو انت مغير سمام ميلي يقول لك ايş MAL بلاك اي نص حبه تابيه خمسة ميلي يقول لك زودلي العرب جديد اللونها البامبا. تمام؟ فعلى حسب ما الدكتور اللي انت بتابع معه مش على حسب المعمل تمام ودايما اختار المعمل لان التحليل ده بالثانية بالثانية يعني ممكن الدكتور اللي بيشتغل لو غفل كده ثانية واحدة وبيعمل التحليل الاي نهار بتاعك بدل ما اه واحد ونص يبقى اتنين ونص يبقى كل سنة وانتو صعيب الدكتور هيزود لك الجرعة تمام او ايالل لك الجرعة تمام ييجي انت هيحصل لك لقدر الله لو عطاك جرعة اقل من المطلوبة يجي لك جلد تموت عطاك جرعة اعلى من المطلوبة يحصل لك نزيف داخلي تموت تمام فدايما اللي بيعمل التحليل ده يتحرق المكان اللي هو بيعمل فيه التحليل واكتر حاجة الدكتور بيطلبها في تحليل السيولة طب الدكتور اللي بيتابع حالات القلب المفتوحة او صمامات القلب الصناعية او الجلطات هو بيعيز الاي ان ار الاي ان ار الاي ان ار وداي ان ار للشخص الطبيعي واحد صحيح واحد صحيح واحد واحد صحيح تمام اللي هي سيولة او لزوجة الدم واحد صحيح الشخص بقى اللي هو المفروض عامل قلب مفتوح او صمامات قلب صناعية صمام مطلوبة او الاتنين بيبقى لو واحد صمام واحد بس في الاغلب بيبقى الدكتور عايز الاي ان ار من واحد وثمانية من عشرة لاثنين ونص تمام؟ ولو عامل صمامين ومعدل خطورة اعلى في الاصابة والجلطات الدكتور بيخلي الاي النهار من اثنين ونص لثلاثة تمام؟ دي مش قانون لك هتمشي عليه لازم كل حاجة ما تاخدش اي معلومة حتى من الفيديو بتاعي انا بس بفتح لك دماغك انت كمريب تابع الدكتور فقر واختار المعمل الصح وتعمل فيه والمعمل الصح مش معناه المعمل المشهور على فكرة فيه معامل كبيرة جدا ومشهورة جدا وبتسيب كده ناس خارجين جدوك شغالين في المعامل يعقوا في حياة الناس وكله بقى بزنس تمام؟ اختار معمل صح انت عارف اللي شغال مين مش لازم يكون مشهور ولا شكله حلو ولا عمل لك ريسبشن سوبر كلاس تمام؟ لا اختار المعمل اللي فيه الحاجة النظيفة زي ما انت كده فيه محلات جزارة معمولة في اشهر الامر اماكن والكلام ده وتلقاه بيتبح اللي يجيب له حميته او حيوانات حمير وكلام من ده وفيه جزار كده قاعد في الشارع قدام بيتك بيتبح العجل البلدي قدام بيتك وبتشوف ايوه انا عايزك كده اختار الدكتور الدكتور التحديل اللي تعمل عنده اللي انت عارف وانت واثق منه عارف ان ده راجل معه ترخيص ومعه مزولة المهنة وخريج كليه كذا وبيشتغل وعطول عمره اختار الدكتور اللي تعمل عنده تحديل سوى زي ما بتخصص بل بالعكس ده اكتر لان انت بتختار اللي في ايده حياتك ده تحليل سيولة يعني يجي لك نزيل لو غلط يجي لك نزيل داخلي يا ام هيجي لك جلدة ده قدر الله طبعا والف سلامة على الجميع واتمنى الجميع الشفاء العاجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته